أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدال المعيطة ضرورة المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية المرورية الهاتفة إلى تعزيز بيئة مرورية آمنة وتقييم خططها وإجراءاتها ووضع الحلول اللازمة للتخفيف من الازدحامات في مختلف مناطق المملكة وأنقل اللواء المعيطة خلال زيارته اليوم إدارة السير تقدير جلالة الملك عبدالعيثاني القائد الأعلى لقوات المسلحة وعطيزاز جلالته بمرتبات الأمن العام وإدارة السير كافة مثنيا على جهودهم المبذولة لسيما تقديمهم يد العون والمساعدة للمواطنين وتوفير البيئة المرورية الآمنة لهم على مدار الساعة وفي مختلف الظروف والأوقات وأضاف أننا بدأنا نلمس ومنذ سريان قانون السير الجديد انخفاضا وتراجعا في أعداد الحوادث المرورية والمخالفات المرورية ولسيما الخطيرة منها بمختلف أنواعها وأشكالها إذ شهدت تراجعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة في مناطق المملكة كافة موجها بقياس ذلك الأثر بشكل علمي ووفق دراسة علمية ومقارنة مفصلة للوقوف على الوضع المروري ومعالجة أي سلبيات تظهرها الدراسة والعمل على تصويبها وبين اللواء المعيطة أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز منظومة العمل المروري من خلال تكثيف الرقابة المرورية في مختلف شوارع المملكة خاصة المناطق الحيوية التي تشهد ازدحمات مرورية مؤكدا أن مدرية الأمن العام ستوفر الدعم اللازم للإدارات المرورية كافة لرفضها بالموارد البشرية واللوجستية وبما يمكنها من تحديث أنظمتها وتطوير الإجراءات المطبقة فيها وبالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الشركاء في العملية المرورية